الحرب الروسية الأوكرانية تتصاعد بعد أيام من بدء كييف هجومها المضاد نائبة وزير الدفاع الأوكراني أكدت أن جيش بلادها يحرز تقدماً على الجبهة رغم المقاومة القوية للقوات الروسية خصوصاً في جنوبي أوكرانيا وأضافت أن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من ثلاثة كيلومترات خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة باخموت شرقي البلاد أما في الجنوب فقالت إن الجيش الأوكراني يحقق تقدماً تدريجياً مشيرة إلى أن خسائر الجيش الروسي خلال المعارك المتواصلة أكبر بكثير من تلك التي تكبدتها كييف لكن التقييم الروسي للحرب مختلف فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات على ثلاث جبهات في دونياسك وزبروجيا فيما وجهت ضربة بأسلحة بعيدة المدى على مواقع إنتاج طائرات مسيرة هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية وأوضحت أن الضربة حققت هدفها وأن كل المواقع المستهدفة تمت إصابتها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد أن القوات الأوكرانية خسرت نحو سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل بين قتيل وجريح في الأيام العشرة الماضية على خطوط التماس ترجمة نانسي قنقر